أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج الشارع العام اليوم حلقتنا بمنطقة الشعب اليوم احنا متواجدين بسوق شلال هذا السوق اللي هو السوق الرئيسي بمنطقة الشعب الأزمات اللي مرضيها العراق لازالت مستمرة السياسية الاقتصادية والأزمة المالية اللي هي مسيطرة على الأسواق العراقية اليوم موضوعنا هو موضوع حلقة برنامج الشارع العام من قناة WTV وطن دور العشائر العراقية بمساعدة أبناءها على تجاوز الأزمة الاقتصادية خليكم وإيانا ورح نسأل المواطنين وأيضا أصحاب المحال بسوق شلال سلام عليكم السلام عليكم اليوم احنا نسأل سؤال مباشر بعدما العراق مر بأزمات اقتصادية اليوم دور العشيرة العراقية العشائر بمساعدة أبناءها بهذا الأزمة الاقتصادية والله كل الساعدة العشائر أنا سانة إذا أروح مثلا أي واحد يساعدين نساعد بس احنا نحتش على الدولة همشي الدولة مو زيني العشيرة مثلا هي صح تابعة لنا ويساعدني مثلا بكل الأوقات بس مو مثلا تروح مثلا تروح للدولة سولي راتب مو ايهاي يعني الوضعية يعني كل اشتعبونا زيني احنا شحصنا من هاي الدولة كاظمش حصنا منه يروح لعالم مثلا احنا مواطن روح يعينهم ها والباقين احيان لخمسمائزين والباقين ايش قدوا تعداد الشعب العراق ايش قد شوف الدول شوف الدول صار تتمنى 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 كانت يجي للعراق هل ستتمنى قامت تخلص بس من العراق نصح عندك مشكلة خاصة بمثلا هذا الموضوع نفسه انت ذكرت حضرتك اي ان ذكرت على مدر راتب الرعاية الاجتماعية هاي مراتب الرعاية ساني معاوق مثلا اذا эريد اروحة اصلا راتب الرعاية ما يسووا لراتب من الرعايةم مثلا اريد اروح اقابل الوزير اروح اراجع الراتب العراعية الاجتماعية يقلولي مثلا 2 pil pants او قابل الوزير زين ليش شهر قابل الوزير هو من هو قابل يقابل مثلا قابل دول طبام او لم يكن الحgh çok يطلع ويسافر ويروح زيني هسو اكون اكتو اكو صفر حتى صفر كلالالغينة زيني هو موجود زين ليش شهر قابلي مصح هاي الاستعلامات المكتبة اجوها مالتة يعني استكمال معاملتك إلا مقابلة الوزير إلا مقابلة الوزير وما يساعدون إلا لك تروح تقابل الوزير ويأكد الوزير يوقع عليك يلا بس ها المناشدة عندك بس هاي الحمد لله وشكروه وشغلة السوقي تترين ببعد الدولار والسوق تعبان يعني لوضع كله تعبانك كله مو شؤون ماتع مو زين هاي الفقير وين يروح وأيضا جانب آخر ينت حزبت عن العشاير الجام العشاير همش بتحملات للعشاير بالمناطق مثلا يعرفون أنه ايي كل شكو ايي كل شكو العشاير كل شك تسوي تقدر كل شكو واحنا بينا يعني مثلا الحمد لله وشكروه كل عشاير كلها موجودة والساعد إذا روح أسان هذا حتى إذا هن من غير عشيرة إذا روح لغير عشيرة همستاعدني أحسن من الدولة مصح؟ أحسن من الدولة اذا نشيل هسا مثلا واحد شبير بعشيرة أي عشيرة شبيرة نجده مثلا إذا قل اه سوي له هاي الشغلة يسوي لها شغلة بس الدولة اذا اروح اقل لهاي الشغلة اقل شي اقل شي يقلي خمس ورقات سبع ورقات ما تقبلها رئيس حشيرة يقل طين سبع ورقات المن يوديهن زين هي الدولة منتغذ مني سبع ورقات المن توديه غير بجيبه يخليها مو هاي لو ضائعنا كل اشتعباني شو كان لك رحم الله تجيك الله يسرمي إذن ملشاهدين احنا مستمرين اليوم وياكم بجولة بسوق شلال بمنطقة الشعب سلام عليكم سلام عليكم الله يقضي احنا برنامج الشارع العام من قناة W وقف اليوم سواء لي دور العشائر العراقية ومساعدة ابنائها بهذا الازمة الاقتصادية اللي حاليا احنا نمو بيها نعم برأيك شنو الدور وشنو اهمية حاليا شاعد فضل هنا شاعد فضل هنا شاعد فضل هنا شاعد فضل العشائر المفروض بيناتهم هم يتجمعون ويتخذون قرار بانه على مسائل الدقة العشائرية شاعد فضل هناك كل منطقة المعروف عليها العشائر اللي بيها وكل عشيرة مسؤولة عن ابنائها نعم شلال بمنطقة الشعب العشيرة العراقية المعروفة عليها انه هي المنظومة المجتمعية اللي الها سلطة لكن السلطة اللي الها هي سلطة مرتبطة بتقاليد قبلية وحكم انه المجتمع العراقي هو مجتمع عشائري اليوم هذا الموضوع ومحور برنامج الشارع العام حول مساعدة العشائر لابنائهم بالازمة الاقتصادية احنا جولتنا بداخل سوب شلال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحبا احنا برنامج الشارع العام من قناة WTV وطن احنا وسهلا الله يحفظك اليوم سؤالنا عن مساعدة العشائر لابنائهم بهذه الأزمة الاقتصادية اللي مرينا بيها ولي أثرت على الأسواق وعلى فش والله ما جاء نشوف مساعدة من العشائر يعني انه كل من جاي يحمل حملة يعني ماكو اي مساعدة وما اعتقد اكو مساعدة اكو واحد يساعد يشوف عشرة ايش بيها ما بيها ماكو هذا الوقت انت كولد شاب بحكم انه كل واحد بنا مرتبط بعشيرة نعم فاليوم دور العشيرة الاساسي انه يكون مع ابنائهم بأي ازمة اليوم احنا الحكومة ما شفنا منك شيء كل شيء ماكو والله يا مرضو نعم السوق بعد الاسعار بعد من السوق ما بي حركة فانت سول فينا عن هذا الدور برأيك العشيرة شم المطلوب منها للي يقدم يعني المفروض منك الرئيس عشيرة يشوف ابناء عشيرته ايش محتاجين ايش ناقصهم مو يعني بظال قاعد مستلم الكبارية وانتجه على صفحي لازم كان من يتجه العشيرته يشوف الناقصهم يشوف العوائل الفقيرة اللي بعشيرته مو قاعد وساكت يعني ما شفت هيت حملات بعينك ولا لا والله ما شفت ما شفت اليوم عندك رسالة مهمة للعشار اللي نفس اللي ذكرتها ان اليوم مطلوب وواجب على شيخ العشيرة انه يتفقد اكيد اكيد يعني نتمنى من كل رئيس عشيرة انه يتجه الابناء عشيرته يشوفه مش محتاجين شون اللي نقص اللي يعدهم يعني مو هو مستلم الكبارية وقاعد والعشيرة تايهي بس بالطلايب والمشاكل اللي هو حاضر يعني نتمنى نشوف احنا نشكرك اهلا وسهلا بيش عيوني الله يحفظت اه مشاهدين جولتنا مستمرة اليوم اذا الحكومة فاشلة فاليوم الدور على العشائر على شيخ العشائر انه يتفقدون ابناهم ويشوفوهم برنامج الشارع العام اليوم اختار هذا المحور المهم المرتبط بالمجتمع العراقي اليوم احنا بجولتنا راح نحتيوية المواطن وراح نسولف وبنفس الوقت راح نسألهم عن واقعهم اللي مرتبط بالعزمة الاقتصادية السلام عليكم حياة الله احنا برنامج الشارع العام من قناة WTV اليوم احنا يمكن بسوق شلال بمنطقة الشعب اريد اسألك اليوم دور العشيرة بساعدة ابنائها بهاي الازمة الاقتصادية اللي مرت واللي دمرت هوايناس ايه شنو دور العشيرة هل شفت عشيرة يعني اطلقة وحملة ساعدة وابناهم لا والله ما شفتها اكتر العشائر ملتهي يعني بشغلات مثل شنقول شغلات باطلة ايه فالشغلات مثل ايه شما كده حتى يعني اسؤول فيها يعني قصدك ان العشائر تنتهي بالفصول بالفصول المشاكل نعم على اسبب الادفاع راسي نسوهم مشكلة نعم تشلب بيها مثل ما يطيحها ما يقول هذا الشخص مثل خطيئة او ما عنده او شي على ادنى شي هاي العشائر هاي ارصد شي عندهم يعني هساني خلينا اسألك انه اغلب الاسواق اتوقف كل عنده بضاعة بقت عشيرة ما تسأل على الواحد اللي اهلي اخوي هي مفوضة الدولة الدولة هم ادت المواطن الدولة ذا فاشلة احنا اليوم نحشى على دور العشائر ايه العشيرة يقول لك انا هم حالة من حالك هم يترجع العشيرة يقول لك انا هم حالة من حالك هم كاسب هم هاي يترجعين بالنسبة للدولار اذى العالم ابو التكتقام ما يشتغل ابو المحل الخطيئة ما يشتغل يعني البيبسي صعدوه الغراز صعدت الزيت كان بالفون وصار بالفين وربع يعني كوموش غراز صعدته وهذا المواعدة وهذا القاعد وهذا الاليجار هم تأذى العالم هم يقول لك انا بالعشيرة هل من حالك شي يسوي لكاني هم جزله موظف هم قاعد هم كاسب اكو بيهم احنا ما نقدر ندب اللوم كله على العشائر من يضعيها؟ يعني هذا سببها الحكومة اليوم يتحدث عن اهمية دور ايه من تذب اللوم لسبب اليوم لسان المواطنين يقول الحكومة فاشلة ماذا تسوي شي صحيح فحنا اليوم نشوف مثلا داما العشيرة المعروف عليها كلمتها وحدة بحكمة الشيخ هو اللي يقول صحيح فاليوم احنا بأزمة غير لازم العراقي يتساعد ويا تشاني نعم وقلت لك فسألت لك الشيخ هم ما بيد حالة حالة من حال الباقين هم كاسب تقي ماكو بيهم هم ماعدهم ماكو بيهم عالم هم تعبانة شو يجي يسوي الشيخ قابل؟ هم قابل يطلع من جيبه؟ ما يقدر فهذا الضغط كل المواطن شو هو؟ يمن يمن الحكومة الحكومة ضغطت على المواطن وضغطت على الشيخ وضغطت على العالم ماعد هاي هذا صار الضغط فالمفروض الحكومة شو يسوي؟ ما تخل تقعد المواطن ما تأذي هكثر المواطنين يكون رواتب هس ما يدرون بهم قصة رواتبهم ما يدرون هم هوي مواطنين هسه مراتبهم نزلت في الميدرون يعني ما مرعيم هاي سالفة بدنسها بالدولار لانا أذى العالم بالدولار هل أذى العالم فلازم ينزلون الدولار اذا ما ينزلون الدولار العالم حتى تتعبوا واشيين العالم بتعبانة وكو عالم ماعده وكو عالم وضعيتها كلش كسيفة يعني كلش متأذية والكاسب يتأذى وكثرتها قاعدة هسه اكو عمال يعني كاسبين مايقدر ابو المال مايقدر يعني يدفع له مايقدر لي مايقدر يطلع يدقوتي اليومي ايجارة مايقدر يطلع فلازم يسوا حل للدولة شكرا جزيلا شكرا جزيلا مستمرين وياكم مشاهدينا وجولة برنامج الشارع العام من منطقة الشعب من سوق شلع روحوا اياكم الى فاصل وبعدها نسحكم للجولة بالعودة معكم مشاهدينا وجولتنا بمنطقة الشعب بسوق شلال لازمنا بمحور حلقة برنامج الشارع العام حول أهمية دور العشار بمساعدة أبنائها بهذه الأزمة الاقتصادية اللي دمرت أغلب الأسواق العراقية بعدنا باللقاءات مستمرة مع المواطنين وأيضا اللي يشتغلون داخل السوق سلام عليكم وعليكم السلام هيا كلا اريدك اليوم تسولف لي برأيك همشي في العشيرة ساعدت أبنائها بهذه الأزمة الاقتصادية اللي أغلب الأسواق دمرت هسنا سوق شلال واقفين بي بس ما بأحد ماكو السوق تعبان والعشاير شغلتهم بس مشاكل وفصول وطعون مصرفهم بالفصل صار واحد من الناس قبل فترة صار فصل واحد مات ما عرف من دعم يجوا وخذوا على كل نفر 45 ألف نحن ثلاثة أخوان أخذوا كل نفر 45 ألف يعني ما يسئلكم إذا واحد بكم ما مش نغوض ما عندهم لا ما ايه كل بيت توقع عليه 45 ألف ايه لان اليوم هاي لأثمة الاقتصادية مفوظة العشيرة الحكومة خاشلة ما منها رجل هي العشيرة بكارونة ما طلعت شافت أبنائها بالكارونة العالم كلها قاعدة ومصاريف معتهم وشغل ماكو وما أجول لا شافوا هذا فلان محتاج فلان محتاج ايه العشاير ملتهي بس بالمشاكل وبالفصل هاي شغله شنو شغلك بالسوس؟ والله أنا عدي هاي البسطية بيع على خمسة ألاف ملابس وخمسة ألاف والسوق تعبان والعالم ما تشتري يعني فلوس ماكو شوف سوق شلال معروف عليه الزحام ماكو منصعد الورقة الحد الان ماكو زين العشيرة دا تندل كل بيت تاخل 45 أو فلوس ما تندل كل بيت وتسأل انو شلون عديته الأزمة لا ميهمهم ميهمهم صندوق مالتهم وشوكت ميردون فصله وفلان حطوه بالصندوق مات فلان خذوالا شكمت اللي راحوا للفاتحة وهذا شغله ها موسعة لأبنائهم بعد هذه الأزمة الاقتصادية هوا اسواق عراقية اتضررت هوا اسواق عراقية لا زالت تشهد عدم حركة الناس بسبب هذه الأزمة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار المعروف على المجتمع العراقي هو مجتمع عشاري جولتنا مستمر وخليكم ويانا ولازم نلتقي بالمواطنين سلام عليكم احنا برنامج الشارع العام من قناة W وطن اهلا وسهلا اليوم سؤالنا شنو دور العشار العراقية بمساعدة أبنائها بهذه الأزمة الاقتصادية اللي أغلب الأسواق دمرت فاليوم أريدت تحكي لي انه كل واحد بنا مرتبط بعشيرة اكيد همش بتسم يعني عشاير انه شافت أبنائها تساعدتهم بها الأزمة؟ طبعا ايه شنو دور العشارة انه ساعد ابنائها بحل المشاكل نعم ايه يعني حلت مشكلة؟ اكيد ايه يعني اثرت على جهة حكومية ممكن اثرت على تدخل لا هي الحكومة متتدخل بالعشاير لا مو تدخل اليوم الحكومة فاشلة ما حاولت تتنزل من الدولار صحيح وبعدنا بمشكلة صعبة صح احنا اليوم نحكي عن دور العشارة بما انه العشارة هي سلطة مجتمعية نعم صالف انك اولاد شاب ايه ايه صالف لي انه العشارة هنشت مثلا عشارة ساعدت أحد لا يعني العشارة تساعد الشاب على انه مثلا تخلصها من هاي لبون نعم نعم بس اذا اصارت مثلا اكوا عشارة تصار مشاكل زين هي اللي تساعدهم قبل شوية اولاد صالف انك قالوا العشارة اخذوا مند ناكل واحد خمسة واربعين الاثنين اكوا فاصل ايه ايه اكيد صح ياخذون مثل البعض مثل ما قلت البعض مو كلهم اكيد مو كلهم نحنا اليوم ما نوصل رسالة بقدر ما انه نريد نعرف انه المساعدة يعني ماذا لون لا اكوا عشارة عن نتيج مع مثلا تبرعات الشخص محتاج اكلها اكل عكس نعم يعني مو الكل يعني احنا مرينا بأزمة كورونا نعم خلاصنا منهجنا الورق خلاصنا منهجتي ازمة ارتفاع الاسعار ايه دمرت والله دمرت السوق نعم احنا نسوق اسمه سوق شلان شوف انه ما بي نفاعر بي صح صالف انه على هذا الموضوع والله هو تغيير السعر الصرف هو اللي يؤثر على السوق والمبيعات يوم محلككم اغلب البضاعة كلها مستوردة اكيد ايه هذا ما يؤثر لنا نسوق بالدولار نعم نزين فهو هذا يؤثر أثر علينا كمبيعات وكهذا عندك رسالة توجهة لا مواكم مايفيد كولد شاب وشي نوجه لهم وشي نسوهم مايفيد يعني احنا طالعنا من الصبح اللي اعلم وتشغل وتالما تالي يصعدون لسعر علينا وهذا والمواطن هم نفس الشي هم شنو مايفيد كل شي مايفيد حتشوا هنا هواية طلعوا مظاهرات استهشدوا هواية ما تغير شي صار لنا فترة كل شي ما تغير احنا يوم برنامجنا بخدمتكم وحنا برنامجنا يوميا بمنطقة ونصالف مع المواطن ونعرف الواقع المعيشي الله يحتبط نعرف الواقع المعيشي وواجبنا نجي ونسأل ونواقب الأحداث حتى نعرف انه شن اللي صار شن اللي هاته فاليوم سؤالنا حول العشائر لأن العشائر دورها مهم انت قلت انه نص ونص يعني مو بشكل عام اي مو بشكل عام صح نعم شكرا لك مشاهدين جولتنا مستمرة ولعزلنا بسوق شلال السلام عليكم تعالينا هنا احسنت اوكي تمام متشرف اليوم احنا برنامج من الشارع العام سؤالنا عن فضل سؤالنا عن دور العشائر بمساعدة أبناها بهذه الأزمة الاقتصادية اللي مرت بها كل الأسواق صح صح احنا نتمنى من العشائر وقفة في سبيل بس ينزل الورق لا أكثر ولا عاقل لان المتضرر الوحيد بهذه الوضعية بس المواطن يعني أسعارك تلفت مئة وستين درجة ونتمنى مناشدتنا الأخ حسن الكعبي النائب البرلمان الأول لان هو الوحيد اللي يحس بالمواطن وده يسعى في ينزل الورق بعض الأحزاب مراضية وعشايا نتمنى بوقفه في المظاهرات أو في شيء في سبيل ينزل الورق لا أكثر ولا عاقل شكرا لك أهلا وسيني بشار الأفتوني إذن مشاهدنا هي مناشدة إلى النائب الأول حسن الكعبي وأيضا إلى العشار العراقية بوقفة شاملة حول أزمة ارتفاع الأسعار حتى ينقذون الأسواق العراقية من دمار محتمل وقري برنامج الشارع العام وياكم جولتنا مستمرة بمنطقة الشعب خلفنا السوق مثل باقي الأسواق العراقية حركة قليلة ناس قليلين بسبب الأزمة اللي هي أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار الجولة مستمرة وإحنا اليوم محور حديثنا عن العشار العراقية هواي محافظات عندنا شهدة يعني مشاكل عشائرية منها محافظة البصرة اللي شهدت مشاكل عشائرية وشهدت نزاعات وبعدها انطلقت عمليات أمنية حول هذا الموضوع ونزع السلاحة المنفلت والقبض على المحرضين لكن نحن اليوم بجولتنا بسوق شلال رح نعرف أهمية مساعدة العشائر لأبنائها وبنفس الوقت نعرف منهم تجاوز الأزمة الاقتصادية أحد المواطنين من خلال قناة وجه مناشدة إلى العشار العراقية بوقفة كبيرة ووجه مناشدة إلى النائب الأول لمجلس النواب حول هذا الموضوع السلام عليكم حياك الله نحن قناة W وطن برنامج الشارع العام ولو قاطعناك عن شغل عدنا سؤال اليوم شنو أهمية دور العشارة بمساعدة أبنائها بعبور هاي الأزمة الاقتصادية إذا تسمح منك؟ يعني مليانة حياة قادمة يعني إحنا بأزمة اقتصادية صار النفذة الأسواق اتدمرت الحكومة فاش لما سوت شيء اليوم ري نسأل على دور العشارة بمساعدة أبنائها بهذا الأزمة أحد الأخوة قال إن إحنا نريد العشارة تسوي وقفة حتى يخفضون الأسعار حتى ترجع الحارة يعني قازج ضد الحكومة لا يوقفون ضد الصعود مال الأسواق وهل السؤال لا وقفة مطالبة مطالبة بشنو؟ مطالبة بتنزيل الأسعار حتى السوق يرجع متل قبل يقل من يطالبون؟ الحكومة يعني؟ أبنائهم لش ما بيد أبنائهم يعني؟ مون بيد أبنائهم يعني بيد الدولة نعم ومن صعد الدولار؟ الدولة؟ مم والمواطن ما لا علاقة ويقول لك الفقير ما يتأثر شون ما يتأثر؟ الزيت والدمن والتشاي والدي كل شي كل شي مم هو من ده يستخدمه؟ الغني لو الفقير فالعشائر ما لها دور يعني يعني العشار إذا يوصلون أبنائهم العشار أبنائهم نزل يقول لي شوية يخفضوا الأسعار لأن المواطنين زين هو هذا هم رح يتأذى مو؟ هساني الشيخ عشير تقل ينزل الأسعار نعم زين أنا مطلوب بالسوق على الدولار شو أنا أسدد؟ العشار رح توقف لي يعني رح تطلع من جب ما تنطيني ما تنطيني نعم فهي بالأساس الدولة إذا تريد العشار توقف ضد الدولة تقولهم تخفضوا الأسعار حتى أبنائنا يشتغلون نعم نعم إحنا متدمرين دولة ما عندها رؤية يعني للمجتمع المفروض من صعدة الأسعار يعني تخلي خطة للفقير لو أنا غلطان نعم الفقير لا حصة تموينية لا دوة لا صحة لا كل شي ماكو بيش ادعمينتي ورح ينسحك بلقى حالها مو صحيح؟ زين هم شمت عشيرة سعدت ولدها؟ عشيرة عشيرة سعد يعني بلتقدر عليه سلات غذائية تروح الفقير ابنها تساعده بس ما لساعده دينارين مليون بس ما تقدر تساعده في شي مو صحيح؟ شي هذا اللي دا قلت عليه يعني ما عاف العشائر ما بيديه شي الدولة هي اللي بيديه شي نعم شكرا لك ياهن و سلام ياهن و سلام إذن مشاهدينا كل الحال والربط يم الدولة الدولة فاشلة الحكومة فاشلة ما وضعت خطة لهذه الأزمة الاقتصادية اليوم احنا سؤالنا عن دور العشيرة داما العشيرة هي مسؤولة وسلطة مسؤولة عن يعني عدد كبير من الناس اليوم دور العشيرة مهم بوقفة يعني أمام الحكومة العراقية حتى ينزلون من الأسعار حتى ينقذون السوق العراقي من كارثة محتملة كارثة ملموسة حاليا لكن مستقبلا رح نشوفها قضية ريعام يقولون أنه نخلص من الأزمة الاقتصادية لكن هو مجرد كلام فقط وتصارية حكومية الدولار لا زال مرتفع سعر برميل النفط ارتفاع جلسات مجلس النواب ما ناقشت أي موضوع حول ارتفاع الأسعار بعدنا بسوق شلال وبعدنا بمنطقة الشعب مثل ما نشوفون السوق خلفنا فارق السلام عليكم مستمرين مياكم وجولتنا مستمرة لبرنامج الشارع العام من قناة WTV وطن السلام عليكم حياك الله نحن برنامج الشارع العام من قناة WTV وطن اليوم احنا سؤالنا حول دور العشائر بمساعدة أبناها هذه الأزمة الاقتصادية التي دمرت السوق من أغلب الأسواق دمرت فاليوم دور العشائر وبعد ما الحكومة دورها فاشل ما موجود فسأل فلن أدعى شفت عشيرة ساعدة أو والله هين موضوع عمو العشائر يعني هذا شيء ولا يمسار في نتدرين بها الموضوع العشائر صارت بس بفلوس يعني دا صارت المشاكل عبارة عن العشائر تشتري المشاكل شراية نعم نتدرين انتي أبسط حالي دا صار حالي تعشاري العام نعم وذا أبو الحادث هو السبب تجي العشيرة لا تختلف عليه وذا صارت مشاكل أبو السيارة والعالم دان مدارة ما نهادخة يعني العالم تخاف عالم تختلف عن العشائر من هذا الموضوع كله يعني اليوم العشيرة ما تتفقد ولدها بس تتفقدهم وقت الفصل أي طبعا محن 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 باعد ثاني بس مجرد وقت الفلوس وقت الراس الشهر وقتها العشيرة آخر مرة شفت انضيته وهذه اللي والله أنا ما أبد ولا يم من العشائر وانا يم منها نعم أنا علي بروحه بس نعم أهل الملافس خاصة ننتظرين أحنا نقص بضاعة نعم بضاعتكم تركيا نعم بضاعتنا تركيا صيننا نتايلان دي موسو وانتدرينين ببينة يعني قصينا في شعر وقمنا ابيع في شعر والتجديد مالتنا صار في شعر يعني الخسارة مالتنا كلها صارت حلوقه هذا مالدولار بضاعة أدخائتكم بضاعة نعم المخازمة تروسة بضايع كلها من أورا الهدولار والسبب له الرئيس هو الحكومة نعم نعم شكرا هلك لأن مشاهدينا ما أقول كل الناس بقدر ما كل المواطنين يخلون السبب بالحكومة لأن حكومتنا خلت الشعب بموقف غلط حكومتنا وخططها الفاشلة خلت الشعب يلجأ إلى أزمة ويلجأ إلى تصاريح ويلجأ إلى اتهام مباشر لهذا الموضوع السلام عليكم السلام عليكم مرحبا أهلا وسهلا نحن اليوم بسوق شلال بمنطقة الشعب العراق مر بأزمات اقتصادية الحكومة فاشلة ما سوت شيء اليوم سؤالنا عن دور العشائر بمساعدة أبناءها بهذه العزمة هم شفت عشيرة ساعدت لا محد ما ساعدت كشي ما يقدرون يساوون يعني راحوا للحكومة وسواوا مناهرة لا 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 كشي لا مظاهرات ولا شيء حكومة فاشلة وكشي ما تقدر سبس الستبق بالشعب نعم ومننا الورق ساعدوا علينا من كانت 125 أشي صار 146 أشي ما قمنا نشتغل قاعدين وساكتين أسا وبضاعاتكم تلا بالورق بالورق نقعدون وساكتين ونشتغل حكومة فاشل صار 147 الحمد لله شكر والله كريم الحمد لله يعني العشيرة ما لها لا لا ما لها لا حملة ولا ما احد ما يقدروا كل شيء ساوان نعم احد الشباب اللي موجودين قالوا نحنا اليوم نطالب العشائر نيويوك فون مس ما يقدرون كل شيء ساوان يعني ما احنو شغل لا يقدرون شوان ما يقدرون يعني شيء ساوان قابل العشيرة تعتبر سلطة مجتمعية يعني بحكم كلمتها مسموعة كل واحد حير بجيبه ما يقدرون كل شي يسوون والله كريم انتظرين الفرج شكرا لك مشاهدين الشبابنا العراقيين يعني عندهم احلام متوقفة عندهم هواي امور بحياتهم متوقفة بسبب الحكومة الحكومة اليوم في كل حلقة ببرنامج الشارع العام من قناة W وطن ما يخلى اي تصريح عندنا للمواطنين وذنب الحكومة وخططها الفاشلة اللي وصلت العراقيين لهذه المرحلة الازمة الاقتصادية الازمة السياسية بيناتهم بتخبطات مستمرة لكن اليوم الازمة الاقتصادية مدمرة بشكل واضح وملموس السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا لنا برنامج الشارع العام من قناة W اهلا وسهلا العراق من فترة مر بازمة اقتصادية نعم الاسعار وارتفاعها نعم اليوم سؤالنا الحكومة فاشل دورها ما سوتها نعم دور العشائر بمساعدة ابناها بهاي الازمة الاقتصادية همشي بتعشيرة ساعدت مو العفو بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لدور العشائر يعني فيما يخص مساعدة ابناها دور محدود مثل ما معروف يعني العامة الشعب العراقي نعم لان المسألة العشائرية يعني مركزين على مسألة العفو من الكلمة مسألة الفصول العشائرية ومسألة المشاكل اللي بيناتهم لا غير ذلك أما مسألة أنه دعم كدعم شبابها ودعم مواطنها للأسف دا لاحظ أنه ضعيفة جدا يعني ورد عقب كلمة يعني العفو الكلامش نعم أنه دور الحكومة سلبي بدرجة كبيرة لسبب واحد أنه هي قاعدة توجه اهتمامها أنه شنو العفو أنه جعل المنتج الوطني في أسفل أسفل درجة ومعتمدين دائما على الاستيراد ماكو صناعة عدنا فلذلك سبحان الله أنه الدولة العراقية في تراجع دائم وهذا هو الخطأ اللي توقع به للأسف وسبب هو بسيط أنه لكونه أنه نظام محاصصة طائفي أو نظام محاصصة حزبي يعني هي لأن كل حزب بدي أخذ حصة من البلد مو مهم أن الشعب يعيش أو ما يعيش هاي المسألة مو مهمة عنده هاي المسألة يعني نعم أي يعني اليوم أحد الأخوة قال أنه العشائر مطلوب منه أن توقف وقفه مع ابناها طالب الحكومة بتخفيض الأسعار لأن السوق تدمر بس عفوا مو هي العشائر لو كانت لها سلطة بالدولة قد يجوز تدخل هاي عدا سلطة مجتمعية كم تعتبر منظومة مجتمعية مخلطة؟ صحيح مجتمعية على أفراد اللي يعودون إلها كعشيرة يعني هسا نحن مثلا هسا نحن كنظام محلات مثلا هنا أنا أنا ما أقدر أأثر مثلا على المحل المقابلي أنه أنا مثلا أغير اتجاهها أو سياستك أو طريقة تفكيرك أو طريقة عملك هاي موت أغير سياستك بقدر ما شنو اليوم مثلا مجموعة من الشيوخ؟ كلمة ليش أن ناقض نفسنا بنفسنا نحن ما نقول أنه دولة داخل دولة نحن لو تدخلت العشار بوسطية يعني دخلت بالوسط أنه على أساس أنه دعم شباب ولا غير ذلك هناك بعض الأشخاص اللي حيثيرون مسألة أنه هذا تدخل في سير وعمل الدولة وتدخل في سياسة الدولة وهذا يوقعنا بالمحذور لأن تعرفين نحن يرادئنا هسا يعني كحل بسيط يرادئنا يعني قيادة واحدة فقط تقود هذا البلد حتى تقود إلى برلمان نحن دا يصير عندنا نحن ما شاء الله كل سنة دا يزيد عندنا عدد أعضاء البرلمان وللأسف ما بيهم فائدة عذرا للجييدين أكو جييدين بيهم ولكن دورهم محدود يعني حددوا أنه رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل هم اللي قاعد دا يقودون البلد ودا يقودون البلد تبعا لمصالحهم الشخصية ومو تبعا لمصلحة الشعب العراق ولا قطيش حلول بسيطة يعني عذرا على طالع مثلا نحن وزارة النفط كل سنة يتقاتلون عليها وزارة الكهرباء كل سنة يتقاتلون عليها لكون أنه إراداتها ضخمة جدا ولكن هل إرادات هذه الوزارتين قاعدة ترجع للبلد للدولة العراقية لا مستحيل 90% من إرادات الوزارة النفط أو وزارة الكهرباء ترجع لجيب الأحزاب اللي دائرتها سواء كان حزب الدعوة أو المجلس العلا أو التيار الصدري أو الجهات السنية أو الجهات الكردية أو إلى غير ذلك فلذلك ده نلاحظ أنه أكتبت ولا الإرادات تدطب للبلد إرادات ضخمة جدا ولكن للأسف مخاض على قيادة واحدة عدة قيادات يعني هذا المشكلة في نظام إدارة الدولة نظام فاشل وهو النظام البرلماني للأسف شكرا لك أنا أعتذر علي طالع علي شعيني أهلا وسهلا مرحبا شرفتونا أهلا شكرا لك مشاهدين مستمرين بجولتنا بمنطقة الشعب داخل سوق شلال ذكر المواطن أنه إحنا بقيادة فاشلة قيادة الفاشلة سببها الأحزاب من بعد 2003 والأحزاب مسيطرة على الحكومة العراقية على المنافذ الحدودية مسيطرة على سعر صرف الدولار على الأسعار هذا الموضوع الذي مستمر والذي يمؤثر على الشعب العراقي لا زال المواطن يعاني الشاب والكبير بالسن والطفل وكل الأعمار يعانون اليوم قطع الرواتب وارتفاع الأسعار وهذه الأزمات المتكررة هي نتيجة محاصصات حزبية نتيجة صراع سياسي صراع حكومي حزبي الجولة مستمرة وخليكم ويانا بسوق شلال سلام عليكم حياة كلا حياة كلا حياة كلا احنا برنامج الشارع العام من قناة WTV وطن نعم الله يا خطن اليوم احنا بأزمة اقتصادية مستمرة دمرت الأسواق العراقية نعم سؤالنا هو بعدما الحكومة يعني مو على نفسه لو أنما هي حكومة فاشلة بوضع الخطط اليوم شنو دور العشيرة بمساعدة أبناها بتجاوز هذه الأزمة والله يعني السلام عليكم وحي قناتكم الكريمة أول شيء هي بالنسبة للصعود الدولار أثر على السوق يعني من نسبة 95% نعم كل البضاع زاد بالتالي راح يصير قل الطلب على الشراء فتأثر يعني السوق احنا من الحركة التجارية من صارت صعود الدولار لحد هسه يعني مستوى متدني كل شيء نعم أثره هوايا بس هي انت تحكين من جانب العشائري الجانب العشائري مفصول على الجانب السياسي وهي اعتبر أنا يعني شغلة سياسية هم اللي يدي يسووها يعني هم مجرد رفعوا قيمة الدولار وبالمقابل خفضوا رواتب الموظفين وإحنا شغلنا أكثر شيء على الموظفين وعلى الرواتب بالضبط هي شيء نشوف محل كاتب تخفيضات بينما القطع عندها غالية ومستوردة صدقين هاي التخفيضات قبل شانت أرباحنا أكثر نعم هسه حاليا نبيحها وربح كلش قليل وما نقدر نزيدها أكثر من نزيد أكثر الطلب يكون كلش قليل على الشراء ولذلك بقين يعني تخفيضاتها سعر قطعة 25 ألف هي من شان الدولار نازل همينا يعني شانت أكثر ونزلناها بس ما كنتيجة يعني يعني هسه إذا أقدر أسويه 30 ألف رح يصر يعني عائق على المواطن ما نقدر يعني يعني أثرت 70% اليوم العشيرة واجب عليها تدخل العشيرة واجب عليها تدخل واجب عليها تنظم فد وقفة عشائرية فد مظاهرة فد كذا بس هو رح يبقى الحل الفاصل هي للحكومة وللجهة السياسية تعرفين نحن مو وعدنا حكومة عدنا جهات سياسية متنفذة ولازم المصارف ولازم أسوق بغداد لأوراق المالية ما عقدنا حل يعني الحل ثم يوقفون وقفة متضامنة عيد بيد بس يجيب نتيجة هذه الوقفة الشارع العراقي يعني على فجأة ويرجع بغضب كبير بحكم هذه الأزمة الاقتصادية اللي ذكرتها حضرتك وليه واضحة جدا أساس سوق حلال معروف عليه وسوق مزدحم سوق مزدحم متى تشوفين حسن الحركة يعني شبه فارغة يعني شبه خالية 100% سوق الشعب من الأسواق المكتظة بحركة وبيعها قوي وسوقها زين وتجينا هواي مناطق مو بس بالشعب يجينا مثلا من الصليح يجينا من القاهرة يجينا من الحسينية هواي مناطق هس هذا يشوفين السوق فارغ هواي صدقين هاي كلها سبب هي ارتفاع الدولار يعني هذا سبب رئيسي صار عندنا بالسوق شكرا الله يحفظك شكرا إذن مشاهدينا كل الأمور المتوقفة سببها الخطة الحكومية الموضوعة لتدمير السوق العراقي ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار البرلمان البارحة صعد سعر برميل النفط لـ 42 أو 44 أو 45 دولار صار أغلى من برميل أوبك اليوم الأزمة واضحة وملموسة من قبل الجميع خليكم ويانو جلوتنا مستمرة السلام عليكم السلام عليكم مرحبا أمي شنون الله يسلمك شنون الله يسلمك شنون اليوم أردى سألت سوق شلال وهذه الأزمة الاقتصادية السوق هذا معروف أنه ازدحام اليوم حين نشوف ما بيه ازدحام يوم ماكو ازدحام قاعد يسوق من الساعدة والدولار لليوم نعم الحكومة فاشل دورها تمام أريدت أتألك اليوم هم شفتي العشاير ساعدة والولد بهذه الأزمة لا والله ما محس الساعد كل من شايد نفسه خطيئ كل من شايد نفسه الإيجارات بالقوة تطلع والله لهاي الإيجارات شوفيها بالقوة تطلع وكلها ملايين أقل شي إيجارة 700 هذا القليل أقل 1 700 نعم فقوة أنا معدي محل ذاك ومبعها هستوني دفتح إيهاي موصر حبيبتي محليش أكيد بضاعة كلها مستورة لعدمين يوم نعم شلون متوقفة يعني البيع متلقبل وين الدنيا وين بعيدة هواي هواي بفارغ وبضاعة صارت تبقى هي الشورجة أرغم أحد يتسوق من عيدها نحن نعكسس الشورجة نعكس إذا إحنا يمشي نحن نشوفينا بالشورجة ثانية هس أنا صالي شهرين والله ما من السوق أشاهد الله شهرين نعم أيو الله والله و الله أرحم الراحمين الحمد لله والنعم بالله الله يحضر الحبيب الله يسلم الله يسلم هلين يا سيلة عن المشراتي برعاية عدي شاحد من الولد يشتوغلي متعين والله عدي بس واحد عسكري والباقين لا قاعدين والحمد لله وشكر لا ما أكو شغل بس هم هم عيدهم الحمد لله وشكر هم داي يشتغلوا مثلي هم شغلات مثلنا ملابس ما ملابس الله يسلم بنتي الله يسلم عليك هل أبيتش مشاهدينا مستمرين وياكم برنامج الشارع العام بعدنا بسوق شلال بمنطقة الشعب سلام عليكم حياة أحنا قناة دبيلي ووطن برنامج الشارع العام أهلا وسلم الله يحفظك أزمات الاقتصادية الواضحة اللي أثرت على كل الأسواق والله أثرت على خاصة سوق شلال كل شي أثرت عليه نعم نشنا نجيب يعني التدنيين البضاعة بسعر قليل نقدر نبيعا تخلفت شيء هسا من الصادة الأسعار حتى الزبون من يجي ويسمع السعر غالي فما يشتري فهي أثرت كل شي أثرت على السوق نعم اليوم الدور الحكومي ما احتوى الأزمة أريد أسألك دور العشائر بهاي الأزمة هم شفت العشائر تكاتفت ساعدت أبنائها لا والله ما أقول لا عشائر لا دولة كلها ما بتكاتفت سبحانه فالواقع بها الفقير خطيئ اللي عدة تعيين شوية ويستلم راتب ما يفكر بالفقير الفقير حالته تعباني نعم وخاصة نحن للإيجارات يعني الإيجار 14 ورقة 14 ورقة شي طلع إيجار المحل إيجار المحل 14 ورقة 14 ورقة جلل من المسؤول على السوق اللي هل قد يأخذ إيجار هم المحلات اللي مشترين ما يقول 14 ورقة هو ما مطل على أوكي السوق معروف بسهو ما مطل على الشارع العام أوكذا بعد هذا يقول لك يعجبك تعجبك ما يعجبك أطلع فإحنا صارنا سنين بهذا فكل سنة عن سنة يزيدون الإيجار يعني بهذه الأزمة شلون تدرون توفرون والله صراحة حاليا اللي الشغل اللي قاعد نشتغله كله خسارة يعني ماكو خسارة اللي لم يحنا من قبل قاعد ننطبس الإيجار نقول بالكت الله يتحسن الوضع أو ندعو يعني ندعو الدولة إن شاء الله بالكت الدولار ينزلو على الأقل يصير شوية حركة لا رواتب لا دولار ومنا كرونة فكلها التمت علينا سبحان الله فإلك الله يا الفقير نعم بالله أيو الله أنا أشكر لا ممنون دلي العيوني شكرا إذن مشاهدين على لسان المواطن اليوم إحنا بي خطر كبير يعني محل إيجارة 14 ورقة هذا شيء الوحدة يستوقفنا إن شاء الله نسوي حلقة خاصة عن الإيجارات برنامج الشارع العام اليوم جولتنا بالشعب السلام عليكم حياة الله إحنا قناة W وطن برنامج الشارع العام أهلا وسهلا الله يخبرك الأزمة تضغني أسمحك الأزمة الاقتصادية واضحة جدا أثرت على كل الأسواق وارتقاع الأسعار طبع الدور الحكومي فاشل ما حتوى الأزمة أبد اليوم أريد أسألك دور العشاير هم ساعدة وأبناء من تساعدوكم بهذا الموضوع يعني مو ذاق المساعدة القوية نعم يعني هم منوية الدولة العشارة لأن نصها بالدولة قسم بالدولة ما ساعدت يعني المفروض المطلوب منهم وواجب عليهم من يسوون وقفة نفس مع الأخوة قالونا أنه المفروض العشيرة تسوي وقفة تسوي وقفة ويالشباب العراقيين شباب العراقيين نصهم عاطلين يعني عملوا نصهم قاعدين نعم أي والتجون أكثر من يعني أشياء يعني برا يعني الشغل يعني يعني أثر على المجتمع العراقي كله نعم أي يوم رسالتك للعشيرة العراقية شن مهم مطلوب منها كون الحكومة فاشلة بإدارة الأزمة حاليا نعم يعني لازم عشار تاخد قسم من الشباب أدل الفلوس وعدها هال لساعد الشباب وساعدها تفتح لهم مشاريع وخال عمود تخليش يد العامل يعني هاكوات الشباب يعني متخرجين وهال قاعدين يشتغلون شغلة يعني برا يعني شهاداتهم يعني المفروض دور العشيرة يساعد يعني يعني عشائر هسا عتى قسام بالدولة عتى أدها يعني واسطة بالدولة نعم ما ساعد يعني عدهم مثل جوارين عدهم هاي عدهم قريهم هاي ما ساعدهم نساعد أي لازم ساعد الناس يعني مثلا عدنا عدنا ناس عدهم يعني متخرجين يكون قانون يكون هو وظائف قاعدين بدون لا شغلة ولا عاملة يعني نشوف سوق شلال معروف عليه هو مزدحم مزدحم بس اليوم حركة قليلة فارغة يعني من وراء الماصات كورونا والأزمة الاقتصادية كورونا بعده فارغة حركة أي أي الأزمة الاقتصادية ما دولار نومة السوق كله نعم أي تدل هيا كلا سهلا مشاهدينا عن لسان المواطنين في كل حلقة احنا نحمل الرسائل ونضحها على طاولة المسؤول اليوم بحلقتنا كانت مناشدة مباشرة إلى النائب الأول حسن الكعبي حول تدارك الأزمة واليوم مناشدتنا لعشائرنا العراقية لا تبقون بس على فصول لا تبقون بس تاخذون فصول وتحرضون على أخذ الفصول أو هذه الفلوس من الشباب اللي معدها اليوم دوركم أساسي بالمجتمع من خلال قناتنا من خلال برنامج الشارع العام نطالبكم احنا والمواطن بوقفة ضد الحكومة الفاشلة اللي مجاي تحتوي الأزمة والمواطن الفقير اللي واقع بيها كنا بياكم من منطقة الشعب من سوق شلال وبرنامج الشارع العام انتظرونا يوم غد بحلقة جديدة ويا يعاني رغد الحسني هسا نقول لكم مع السلامة اشتركوا في القناة